أعلن الجيش الوطني الليبي عن تشكيل لجنة فنية للإشراف على إرادات النفط بمشاركة أحمد معيتيق ممثلاً للمنطقة الغربية إضافة إلى مندبين عن باقي المناطق وفيما ضغط الأطراف الليبية خطوة أخرى في طريق الحل السياسي لإنهاء الأزمة أوضح المسماري أن هدف الجيش الوطني عدم استفادة تركيا والميليشيات والمرتزقة من عائدات النفط الليبي رداً على أعلان وزارة التجارة الأمريكية عزمها حظر المعاملات التجارية مع تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة للصين ويتشات وتيك توك ابتداء من الأحد اتهمت الصين واشنطن بالتنمر وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها قد تتخذ إجراءات غير محددة للرد على حظر تنزيل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة وحجب التطبيق الصيني ويتشات اشتركوا في القناة